مرحباً يا عمر، كيف حالك اليوم؟ مرحباً أستاذ عامر، أنا بخير، شكراً لقد رأيت نتائج امتحانك الأخير، كيف تشعر بها؟ بصراحة لم أكن سعيداً بها، كنت أتبقع نتيجة أفضل أقدر شعورك لكن لا تقلق، المهم هو أن تعرف كيف تتحسن، نعم، أريد حقاً تحسين أدائي في الامتحانات القادمة هذا رائع، أولاً دعنا نناقش بعض الأخطاء التي ارتكبتها في الامتحان بالتأكيد، ما هي أكثر الأخطاء التي أثرت على نتيجتي؟ لاحظت أنك فقدت بعض النقاط في الأسئلة المتعلقة بالقواعد نعم، كنت مرتبكاً قليلاً في بعض القواعد لا بأس، يمكننا العمل على ذلك ما رأيك أن نخصص وقتاً إضافياً لدراسة القواعد؟ أعتقد أن هذا سيساعدني كثيراً جيد جداً ومن المهم أيضاً أن تمارس حل الأسئلة بشكل مستمر سأحاول حل المزيد من التمارين كل يوم ممتاز ولا تنظيم وقتك بشكل جيد بين الدراسة والراحة نعم، سأقوم بفضع جدول دراسي أكثر تنظيماً فكرة جيدة وأيضاً إذا واجهتك أي صعوبة لا تتردد في طرح الأسئلة شكراً أستاذ، سأفعل ذلك هذا هو المطلوب تذكر أنني هنا لمساعدتك دائماً شكراً لدعمك وتشجيعك أستاذ العفو يا عمر، أتبقع منك أداء أفضل في الامتحانات القادمة سأبذل قصارى جهدي لأحقق ذلك هذا ما أريد أن أسمعه بالتوفيق يا عمر شكراً سأعمل بجد ليكون أفضل أنا واثق أنك ستفعل حافظ على اجتهادك وستحقق نتائج رائعة شكراً سأفعل ذلك بكل تاكيد و였습니다 شكراً لكم